انا اتكلمت مع الشباب كده عملت كذا سيرش قويس قبل ما تدي الحلقة دي فلاقيت ليه هم وجهة نظر ايا كان بقى ان انا اتفق معاهم او ان اختلف انهم لازم يجربوا يعرفوا نفسهم ومن كذا تجربة تعرف هي محتاجة ايه هو محتاج ايه هلو رومانسي مش رومانسي بيحب الشخص عامل ايه وكذا طيب نتكلم في ده في موضوع تاني وفي حلقات تانية الشخص بقى اللي بيرتبط بكذا حد في نفس الوقت شكرا بقولك مرض نفس يعني السبب ايه اللي انا تخيلت هتكلم عن الراجل الحكم هو الراجل اشهر رواد جازنوف الراجل دايما المتعدل للعلاقات بيكون همه الاساسي اثبات نفسه التحدي ان انا اقدر اعمل اعرف ده اعرف ده اعرف ده اعرف ده انت فيك تمان بيعرف 2-3-4 من العيلة واحدة عايز يعرف اثبات لنفسه التحدي ان انا قادر ايه مميزاته هو فعلا بيكون شخص قادر يعمل علاقات اجتماعية نكحة جدا لان شخص رومانسي بشكل بشع مش مش شكل طيب جدا بيقدر حتى كمان هو غير تقليدي هو التقليدي مثلا انا معلش بيساموك يتنحنح بيتكلم استواناتك لا هو بيخش بداخل مختلفة تماما ده اللي بيخلي دايما جذاب عنده جاذبية بس في الاخر هو داخل اللي يجرب وداخل لزبط نفسه انا هاخد البنت دي بس برضو انا نفسي معلش بمعايا النهاردة انا عبش في نفسيتي الشخص اللي بيعمل كده انا دايما نحن بنلاقي الكازانوفا ده وسيم جاذب مش شرطك هو وسيم خالص هو قادر يجذبك ماشي اتراكتف جاذب طب انت ما عندكش نقص مثلا في نفسكة في النفس يعني علشان تبقاييز تثبت حاجة ايه فكرة يعني ان انا عايزة اثبت لنفسي ان انا خطير في ارتبط بكذا حاجة الناسي قالك هو قريب من الشخصية النركزية ليه اول حاجة شخصية انانية جدا غير ملتزم باي وعود يعني مش بواعدك بحاجة حتى لو تلاعزك امان اعمالة درامية او اعمالة سينما دايما لكي انا ما وعدكش بحاجة انا كنت معاك كنت بعملك كويس فدايما هو شخص غير ملتزم باي وعود هو شخص بيخافي وفي بالوعود لانه بيخافي يفقد فده برضو راجع للتنشأة الاجتماعية او التنشأة البيئية ان هو شخص ممكن اتعرض لها الزات من صغره شخص كان دايما بيتوعد وكان دايما بيعصل لعدم افاق بالوعاد ومن هنا اترسخت جواه انه شخص اتحدى نفسي ان اعرف علاقات كتير جدا وليكن مثلا كان حد بمسلا احد معرفه او احد جرانه وفي الاخر الشخص الموضوع ما اكملش فهو ثبت لنفسه ان اي حد هيعرفه مش هيكمل معاه بس كل العكاية هيوصل للمرحلة دي يسيبها يبعد للمسلا كارت معايدة انه مش هكمل ميحضرش المناسبة يعني بيبعنده صدمة في حياته هو في الاخر ما بيكملش او في حياتها او في حياتها نخش بقى ستاتة عشان ما يقولوش هيدا منحزين شوية تبدأ